السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب العزاء موادنا اليوم مع درس النسب الموية وده الدرس التالت من الوحدة التانية يلا بينا نبدأ الشرح على طول بعد الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بيكم من جديد في البداية وقبل ما نبدأ الشرح ياريت تنزله وتعمله اشتراك في القناة من زر الاشتراك الاحمد وتفعل زر الجرس عشان نوصل لك كل الفيديوهات الجديدة وكمان اعمل لايك وشير للحلقة عشان كل الناس تسفيد زيك يلا بينا نبدأ الشرح على طول عندنا مفهوم اسم ومفهوم النسبة الموية يعني ايه نسبة الموية النسبة الموية هي كسر مقامه العدد 100 والرمز المستخدم للدلالة على النسبة الموية هو علامة في المية اللي انتوا شايفينها دي يعني اي كسر مقامه 100 هو نسبة موية يعني مثلا لما اكتب 13 على 100 هذه نسبة موية وكمان مثلا 24 على 100 هي ايضا نسبة موية ممكن اكتبها 24 في المية طب لو مثلا كتبت 3 على 10 هل 3 على 10 نسبة موية طبعا لا لان المقام هنا 10 وليس 100 طب انا عايز اخليها نسبة موية ينفع اه ينفع ازاي ان انا ادور من الرقم اللي يخليه للمقام ده يكون 100 لازم اضرب في 10 طبعا لو ضربت في المقام لازم اضرب في البسط ما ينفعش اضرب في المقام بس ف10 في 10 يعطيني 100 و3 في 10 يعطيني 30 اصبح الان المقام 100 يبقى اصبحت نسبة موية يعني 30 في المية فالموضوع بكل بساطة ان النسبة الموية هي عبارة عن كسب مقامه 100 ولو كان المقام اي رقم غير المية بحاول ان انا اوصله الى العدد 100 بطريقة الضرب يعني مثلا او بطريقة القسمة زي مثلا لما نقول 8 على 200 هل المقام هنا 100 طبعا لا المقام هنا 200 بس ممكن اخلي 100 بالقسمة على 2 لو انا قسمت على 2 8 قسمة 2 4 و200 قسمة 2 بمية يبقى دي نسبة موية 4 فالمية لان المقام اصبح 100 فانت تقدر تحول المقام بالطريقة اللي تعجبك اما بالضرب اما بالقسمة يلا بينا نشوف تمارين حول كل من النسبة الموية الى كسور في ابسط صورة هنا لا يعطيني نسبة موية وعايزنا حولها الى كسر في ابسط صورة دي طبعا تمارين كتاب النشاط صفحة 36 الـ 12.5% اقدر اكتبها 12.5% على 100 وفي نفس الوقت هنا في علامة فعشان اتخلص منها الاضرب في عشرة في البسط والمقام يبقى 10 في 12.5% العلامة تتحرك تبقى 125 وهنا طبعا 100 في عشرة تديني 1000 وممكن ابسط الكسر ده بالقسمة على 5 فاتلقى 125 على 5 فيها 25 و1000 على 5 فيها 200 بعدين نقسم على 5 مرة تانية 25 على 5 فيها الخمسة و200 على 5 فيها الاربعين نقسم على 5 مرة تانية 5 على 5 فيها الواحد هل يمكن تبسيط هذا الكسر اكثر من ذلك طبعا لا لان ماقدرش ياسم على اي رقم اخر طيب 60 في المية اللي هي 60 على 100 ممكن اختصر هنا الصفر ده مع الصفر ده يتبقى لستة على 10 وبعدين نقسم على 2 6 قسم 2 بتلاتة و10 قسم 2 بخمسة يبقى اللي جابة 3 على 5 ودي ابسط صورة 22 من 100 على 22 على 100 ممكن ابسط هنا على ال 2 وهنا على ال 2 22 على ال 2 فيها 11 و100 على ال 2 فيها 50 يبقى 11 على 50 ودي ابسط صورة يعني انت بتضع المقام 100 وبعدين انت بسط بالقسمة بحيث ان انت توصل لابسط صورة هنا بيقول لي اكتب كل من العداد الادية في صورة نسبة معوية. السودس ازاي اكتبه في صورة نسبة معوية? بكل بساطة ان انا اضربه في مية. يعني الاجابة تكون مية على ستة. لان طبعا مية في واحد بمية ونقسمها على ستة. ممكن تقسمها بالقالة وتطلع الناتج وممكن تقسمها بالقالة. عشر على الستة فقال كام? فقال واحد. ويتبقى اربعة. اربعين على الستة. فيها الستة لان الستة في ستة بستة وتلاتين ويتبقى اربعة. وبالتالي هيظهر عدد دوري هيبقى ستة 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 ستة. وممكن نقررها ونخليها سبعة. يبقى ستتاشر فاصل سبعة في المية. طبعا انت ممكن بنفسك تعمل الموضوع ده باستخدام القالة الحسبة وتطلع الناتج بشكل مباشر. طيب خمسة على تمانية. انتوا عارفين برضو نفس الفجرة ان انا ممكن اضرب مية وطلع الناتج بشكل مباشر. او في طريقة اخرى ان التمن معروف ان التمن هو اتناشر ونصف في المية. دي نسبة معروفة. فالخمسة على تمانية ان انا اضرب خمسة في اتناشر ونصف في المية. يبقى خمسة في اتناشر بستين وخمسة بنصف باتنين ونصف يعني اتنين وستين ونصف في المية. دي طريقة اخرى. وممكن نستخدم الالة الحزبة. تعالوا نجيب الالة الحزبة. مسلا انا عايز احول الخمسة على تمانية دي الى نسبة موية فبقول خمسة على تمانية كسر وبعدها تساهم يمين عشان اطلع بره الكسر ضرب مية. هيحولها على طول النسبة موية يساوي مية خمس وعشرين على اتنين. نحولها الى علامة عشرية. يبقى تطلعت اتنين وستين ونصف في المية. نفس النتيج. ممكن اعمل الموضوع ده مع المسائل التانية. مثلا الرقم زي ده تلاتة وتسعين على تلتمية وعشرة. بكل بساطة اعمل تلاتة وتسعين على تلتمية وعشرة. بعدين اضرب في مية. عشان تسهل عليك الوقت والمجهود. تساوي تلاتين في المية. يبقى الموضوع بسيط جدا. هكتب هنا تلاتة وتسعين على تلتمية وعشرة ضرب مية في المية. طلعت الاجابة كم? تلاتين في المية. بنفس الاسلوب هنا تلاتة من عشرة. تلاتة من عشرة دي اللي هي تلاتة على عشرة. دي سهل لتحويلها. انا اضرب عشرة في المقام وعشرة في البسط. يبقى تلاتة عشرة بتلاتين. وعشرة في عشرة بمية. يبقى النسبة تلاتين في المية. هنا اربعة من مية يعني اربعة على مية. يبقى دي على طول نسبة مقوية بشكل مباشر لان اصلا مقامها مية. سبعة واربعين من مية اللي هي سبعة واربعين على مية. ايضا نسبة مقوية مباشرة. يبقى سبعة واربعين في المية لان اصلا المقام مية. هنا واحد واثناشر على مية يعني واحد واثناشر العالمية الواحد اللي هو 100% و12 العالمية اللي هي نسبة 12% يعني هتكون 12% زائد مية في المية يعني تطلع الاجابة 112% هنا 2 و7 على 100 يعني 2 و7 على 100 السبعة العالمية اللي هي نسبة موية 7% زائد الاتنين اللي هي 200% خلي بالكم اي عدد كامل لو واحد يبقى مية في المية. لو اتنين يبقى متين في المية وهكذا. يبقى الاجابة لما نجمعهم سبعة في المية زائد متين في المية يعني متين وسبعة في المية. ممكن برضو تستخدم الالة وتضرب في مية وتطلع الناتج. يعني مثلا هذا الرقم اتنين فاصل سفر سبعة لو ضربناه في مية. العلامة تتحرك خطوطين الى اليمين. تبقى الاجابة متين وسبعة في المية. وهنا برضو الواحد واثناشر من مية. لو ضربناها في مية. العلامة في حالك خطوطين اتجاه ليمية تبقى اللي جابة مية واثناشر في المية. اي طريقة عجبك حل بيها ما فيش اي مشكلة. هنا بيقول لي احسب كل مما يلي. ثلاثين في المية من متين كيلو جرام. بكل بساطة هتقول تلاتين على مية ضرب متين كيلو جرام. طبعا ممكن تختصر صفرين مع صفرين. يتبقى لك تلاتين في اتنين بستين. يبقى اللي جابة ستين كيلو جرام. هنا برضو اربعين على مية. اللي اربعين في المية ضرب ستين ريال عماني. ممكن اختصر الصفر ده مع الصفر ده. والصفر ده مع الصفر ده يتبقى لي اربعة في ستة باربعة وعشرين ريالا عمانيا. هنا برضو خمسة وعشرين في المية اللي خمسة وعشرين على مية ضرب ستمائة لتر. ممكن اختصر الصفرين مع الصفرين. واضرب خمسة وعشرين ضرب ستة تطلع لي بمية وخمسين لتر. هنا اتنين وعشرين على مية يعني اتنين وعشرين في المية يعني اتنين وعشرين على مية ضرب متين وخمسين. ممكن اختصر الصفر ده مع الصفر ده. هيتبقى لتنين وعشرين ضرب خمسة وعشرين وقسمة عشرة. ممكن تضربها برة كده اتنين وعشرين في خمسة وعشرين. اتنين في خمسة بعشر سفر معانا الواحد. اتنين في اتنين باربعة وواحد خمسة. بعد ان نحط صفر حفز خانة. واتنين في خمسة بعشرة. سفر معانا الواحد. اتنين في اتنين باربعة واحد خمسة بعدين نجمع الصفر ينزل وهنا خمسة زائد صفر خمسة وهنا خمسة يعني خمسمية وخمسين تبقى الاجابة خمسمية وخمسين على عشرة الصفر يروح مع الصفر يعني الاجابة خمسة وخمسين خمسين فى المية من ٧٨ لو انت شاطر هتعرف ان ٥٠ فى المية هي النص نص القيمة يبقى تقدر تقسم ٢٨ على الاتنين او تجب نصها فنصها � ٤ 어울리 أ Never mind لان الخمسين في المية هي النص طيب لو انا عايز احسب الموضوع ده بالآلة ينفع اه ينفع بالطريقة اللي انا اقول لك على دلوقتي تعالوا مثلا نجرب نحسب بالمية مثلا اول واحدة تلاتين في المية انا نقول تلاتين على مية بعد ننسى ضرب متين نضرب في متين يساوي تلاتة الاجابة ستين زي ما احنا طلعناها تعالوا نشوف الخمسين في المية اللي احنا عملناها اخر واحدة خمسين على مية بعد نعمل ساهم كده ونضرب في مية تمانية وعشرين يساوي اربعة وستين يعني ممكن تستخدم القلة الحسبة في الحسابات وتسهل عليك العمر تعالوا نشوف السؤال تاني تتوفر خمسة وسبعين الف بيتين وخمسين تذكرة دخول لاحدة مباريات كرة القدم تم بيع اتنين وستين في المية من التذاكر خلال يوم واحد كم بقى من التذاكر الاول لازم احسب اتنين وستين في المية من خمسة وسبعين الف ميتين وخمسين تبدي احسب ازاي اقول اتنين وستين على مية ضرب خمسة وسبعين الف ميتين وخمسين وعشان نسأل الامر اضربها بالآلة هنقول اتنين وستين على مية ضرب خمسة وسبعين الف ميتين وخمسين يساوي طلع الناتج ستة واربعين الف ستمية خمسة وخمسين بعدين هو عايز التذاكر الباقية او المتبقي من التذاكر فهنقول كده المتبقي يساوي هنطرح خمسة وسبعين الف ميتين وخمسين ناقص ستة واربعين الف ستمية خمسة وخمسين طبعا هنا نستلف دي تكون عشرة ودي تكون اربعة عشرة ناقص خمسة خمسة اربعة ناقص خمسة ماين فهنستلف دي تكون واحد ودي تكون اربعتاشر اربعتاشر ناقص خمسة هتتكون الإجابة تسعة واحد ناقص ستة ماين فهنستلف دي تكون اربعة دي تكون حداشر حداشر ناقص ستة خمسة بعدين اربعة ناقص ستة ماين فهنستلف دي تكون ستة ودي تكون اربعتاشر اربعتاشر ناقص ستة تمانية وبعدين ستة ناقص اربعة اتنين. يبقى المتبكة عندي تمانية وعشرين الف خمسمية خمسة وتسعين تذكرة. دي طريقة في الحل. في طريقة تانية. هو باع كام? حل اخر. حل اخر. هو باع كام? باع اتنين وستين في المية. طيب المتبكة كام? يبقى نقول مية في المية. ناقص اتنين وستين في المية. المتبكة هيكون تمانية وتلاتين في المية. لو طرحنا مية في المية ناقص اتنين وستين في المية هتطلع تمانية وتلاتين في المية دلوقتي بقى نضرب التمانية وتلاتين على مية اللي هي تمانية وتلاتين في المية ضرب اللي هي خمسة وسبعين الف تسكرة ومتين وخمسين ونستخدم الآلة الحزبة تلاتة تمانية تمانية وتلاتين على مية ضرب خمسة وسبعين الف متين وخمسين ساوي تلاتة الاجابة تمانية وعشين الف خمسمية خمسة وتسعين نفس الاجابة اللي احنا طلعناه فوق بطريقة تانية يبقى طلعت الاجابة تمانية وعشرين الف خمسمية خمسة وتسعين يعني نفس الاجابة بالزبط ولكن هذا باسلوب وهذا باسلوب اخر الاسلوب هذا ان احنا ضربنا اتنين وستين في المية من الرقم وطلعنا الناتج بتاعه وبعدين طرحناه من العدد الكلي عشان نعرف المتبقي اول نحن نعرف المتبقي من البداية اتنين وستين في المية لما نطرحه من مية في يبقى المتبكي 38% وبعدين نضرب ونطلع النقاتك بشكل مباشر. احرز لعب كرة سلة في احدى المباريات 18 نقطة من اصل 82 نقطة. ما النسبة المقوية لعدد النقاط. عشان تعرف النسبة المقوية لاي عدد مطلوب منك ان انت تقسم الجزء على الكل. تمام? وبعدين تضربه في مية في المية. يعني ايه? الجزء اللي هو اللي انت احرسته او الشيء اللي انت عايزه. مسلا هنا تمنتاشر. على الكل. الكل هنا 82. المجموع الكل هو 82. يبقى على 82 ضرب مية في المية. وممكن نستخدم الالة بكل بساطة. 18 على 82 ضرب مية. هتطلع الاجابة نحولها. هتطلع الاجابة 21.95% يعني تقريبا 22 لان التسعة غنية تعطي واحد للواحد يتحول الى 22 يعني تقريبا 22% تقريبا او تكتب 21.9 تقريبا كده يعني اي تعال نشوف السؤال اللي بعده. اعلنت احدى الشركات ان الجبن المتوفر لديها خالي من الدهون بنسبة تسعة وتسعين ونص في المية. كم غراما من الدهون يوجد في قطعة جبن كتلتها خمسمائة جرام? لو جينا قرأنا السؤال هلا انه هو قال ان هي خالي من الدهون بنسبة تسعة وتسعين ونص هو عايز الدهون يبقى المتبكة من تسعة وتسعين ونص هنطرح من مية في المية ناقص تسعة وتسعين ونص في المية يبقى المتبكة خمسة من عشرة في المية يعني الخمسة من عشرة دي هتكون هي الدهون هي ايه? الدهون هو عايز يحسب بقى قد ايه بالزد فهنضرب خمسة من عشرة على مية ضرب خمسمائة جرام ممكن اختصر السفرين مع السفرين واضرب خمسة من عشرة في خمسة تطلع اتنين ونص جرام يبقى الاجابة هتكون اتنين ونص جرام هتكون من الدهون كده يبقى خلصنا شرح درس النسبة الموية واذا في اي تعليقات او في اي شي مش مفهوم يريد تسيبهونا في التعليقات واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته